اهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف كنا بنتكلم اكيد على طبعا دوري الابطال وكنا بنتكلم على نجمينا الكبير محمد صلاح نكلم كمان على توتنهام وتوتنهام زي ما بقول لحضراتكم كانت طموحات كبيرة جدا جدا مع كونتي لكن الاداء في الفترة اللي فاتت سواء على مستوى البريميالليج الاداء مهتز الى حد كبير معانا عبر سكايب طبعا رامون فيجا طبعا اللاعب السابق لفريق طبعا توتنهام وهو جراس سوبر السويسري وكمان لاعب المنتخب السويسري سابقا رامون بنرحب بك على شاشة قناة النادي الاهلي عليكم السلام هاني رامزي كيف حالك هاني رامزي سعيب لرؤيتك مرة ثانية احنا سعداء بوجودك معانا على شاشة قناة النادي الاهلي وطبعا كلعيب سابق في فريق توتنهام اكيد متابع بشكل كبير البريميالليج وعايز اعرف رؤيتك لتوتنهام السنادي يعني جماهير توتنهام مع قدوم كونتي مع الاداء الرائع ونهاية موسم رائع مع كونتي الموسم الماضي ولكن تزبز بالمستوى في الأسبوع الأخيرة رامون شايف توتنهام ازاي مع كونتي ومستقبله او طموحاته من خلال البريميالليج لهذا الموسم في البداية اعتقد ان كونتي وتوتنهام انهوا الموسم الماضي بشكل جيد جدا لقد ادوا اداء رائع عن الموسم الماضي استطاع ان يستقدم الكثير العديد من اللاعبين الجيدين يانكلوفسكي هو جعل توتنهام على المصار الصحيح والصعود للشامبينزليج بعد ذلك وقد ادى بشكل رائع في دوري الأبطال توتنهام لم يكن الفريق القوي الذي اصبح عليه مع كونتي هذا الموسم انا توقعت ان يذهب الفريق بعيدا اكبر بعد هذه الحركة من الانتقالات الرائعة اعتقد لديهم سن ولديهم كين لديهم لعبين رائعين افضل لعبين في انجلترا ولكن لتحافظ على هذا المستوى ولكنهم لم يؤدوا بنفس المستوى لم يقنعوا هذا الموسم لن ينافسوا لا اقول لن ينافسوا على البطولة ولكن لن يصبحوا في المربع الذهبي حتى طيب ها اخذ من كلامك رامون وتتكلم على نجوم كبيرة زي كين وزي صان ونجوم كثيرة عايز اعرف كمان رأيك في مقاله كونتي بعد المباراة وبيقول انه هو ما عندوش فريق قادر على حصد البطولات بالرغم عن وجود فعلا كتيبة من النجوم الكثيرة شفت التصريح ده ازاي وتفسره ازاي في وجهة نظري كان تصريحا مخيبا للامال في وجهة نظري يجب عليك كمدير فني ان تكون الاكثر ايجابية في الفريق اذا اردت الفريق ان يكون في المربع الذهبي للدوري وان يصبح الرابع او الثالث يجب عليك ان تحفز الفريق لا ان تقول ان الفريق ليس قويا كفاية ليفوز بالبطولات لا الفريق الان لديه المقومات بالفعل الفريق الان بالنسبة للتصريحات كونتي يجب عليها ان يراجعها لديه افضل مهاجم في تاريخ النادي هاري كين لديه صنع انما الامر ان كنت لا يطبق الخطط الفنية المناسبة لهذا الفريق الامر الان يجب عليه الان ان يقوم بافضل ما لديه لا اعتقد ان الفريق يؤدي بشكل جيد الفريق يبدو بشكل مهتز وهذا الامر يقع على عاتق المدير الفني من السهل ان نقول ان الفريق ليس على المستوى الايجابي المناسب ولكن الفريق الان انا عملت من قبل في ايطاليا واعرف كيف عمل في ايطاليا المدرب الايطالي يعتند اكثر على اللاعب ولكن هذا لا يحدث في انجلترا يجب عليها فريق جيد ولكن يجب عليك ان تكون مدربا جيد لتناسب هذا الفريق طيب احمد برضو خش معنا في النقاش من نقطة التصرحات دي بعد المديرين الفنيين بيقول تصرحات اللي رفع الضغط عن اللاعبين ورفع الضغط عن الادارة وتهدئة الجماهير هل انت شفت دي الجزئية اللي كان كنتي قصيدها بتصرحاته بعدم وجود ان هو لا يملك طريق لحظ البطولات حاليا لا هو كنتي انا متخيل ان كنتي عايز يضغطهم زيادة متخيل ان كنتي من مدرسة المدربين زي ما رامون تفضل وقال هو عايز الضغط يكون اكتر علشان نسبة الخطأ بالنسبة له تكون اقل ولكن كنتي ما بيفلحش كتير زي ما رامون فعلا عمل المقارنة بين انجلترا وايطاليا في اللعاب الايطالي والاجواء في ايطاليا والصحافة الايطالية والميديا في ايطاليا بتحفز دايما انه اللاعب ان المدرب يلقي الضغطات دي على اللاعب علشان هامش الخطأ يكون اقل فانا متهيقلي يعني متفق جدا مع رامون في النقطة دي كنتي عايز يحط بريشر على اللاعبين اكتر لان هو شايف ان دي الطريقة اللي بتخليهم يخرجوا افضل ما عندهم انا كنت عايز اسأل رامون على هاري كين كمان يا رامون هاري كين مع دخول ايرلينج هالند في الموسم ده في البريمير ليج وانه هو بدأ يحقق ارقام يعني مزهلة ومعدلات غير مسبوقة سعد التهديفي يظل هاري كين المنافس الاول ليه حالان وان كانت الفروقات كبيرة ولكن هاري كين هل انت شايف انه ممكن يوصل في وقت ما من الموسم ولو بالاستمرارية اللي احنا عارفينها عن كين انه هو ينافس ايرلينج هالند سواء على لقب الهداف او على النجومية بشكل عام في وقت ما من الموسم هذا سؤال جيد اذا تحدثنا تحدثنا عن ايرلينج هالند هو اتى من كوكب اخر لأكون صادقا معكم لا يوجد لاعب اتى الى البريمير ليج بهذا السن الشام وقلة الخبرة كما فعل منشستر سيتي واستقدم ايرلينج هالند انه يحرز الهاتريك بطريقة سهلة اذا كنت لعبا سيكون هذا مصدر ازعاج لي بالطبع هالكين هالكين يجب عليها ان يلتزم يلتزم ويكون لديه الاصرار ليحرز من 20 ل 30 جول هذا الموسم نعم هالند صعب ان تنافسه هو يؤدي اداءا رائعا لديه فريق رائع يساعده على ذلك ولديه الكثير من حصيل التهديفية ولكن هالكين يجب عليه اذا كان مستعدا ان يؤدي باداء افضل نعم هذا الموسم وليس فقط هذا الموسم وانما في المواسم المقبلة اعتقد ليس لدي شك ان هالكين سيكون في قمة الهدافين وينفس لن يفعل ما فعلوا ايرلين هالند هذا الموسم ولكن سينافس ايرلين هالند بالطبع هخش معاكم في المناشى ولازم ادخل نجمال الكبير محمد صلاح لان محمد صلاح كمان من هداف البريميال ليج السنوات اللي فات تيرامون وكان السنة العام او الموسم اللي فات مناصفة مع سن عايز اعرف كمان رؤيتك لمحمد صلاح من خلال كمان وجود هالند في البريميال ليج واعرف منك ما سبب تظاهر اداء ليبربول في موسم اعتقد ان هو الاسوأ في تاريخ ليبربول في بداية البريميال ليج مع طبعا كان فيه امال كثيرة لجماهير ليبربول للمنافسة مرة تانية مع المان سيتي شايف ده ازاي محمد صلاح امام هالند وشايف يورجن كلوب مع ليبربول هذا الموسم اعتقد ان محمد صلاح هو الملك في مصر هو من افضل اللاعبين في العالم هو من افضل اللاعبين المصريين الذين اتوا الى اوروبا الى ما يكون افضلهم هو لعب رائع هو لديه القدرة على الاحراز هو امتع ليبربول كثيرا ولكن ليبربول الان ليبربول الان يعاني بشدة هذا الموسم اعتقد ان انتقالات الصيف اثرت بشكل كبير على الفريق تيارغو لاعب رائع ولكن ولكن ليس لديه البدائل بالنسبة على مستوى منتصف الملعب اعتقد ان اعتقد ان محمد صلاح الان محمد صلاح الان عليه ضغوطات اكبر ليحرز الاهداف محمد صلاح الان مطالب بالصناعة واحراز الاهداف ولكن لا يوجد من يستعلى محمد صلاح الاهداف اعتقد ان محمد صلاح يجب عليها ان يعمل المزيد ويضاعف مجهودة اعتقد ان اعتقد ان المنافسة مع هاري كين ايرلين هالد ليست بالسهلة يجب سيعاني ويكافح هذا الموسم ليكون على قمة الهدفين هذا الموسم اعتقد ان محمد صلاح سيكون منافسا قويا مع هؤلاء الرفاق تب رامون خلينا اتكلم قبل ما اقفل معك عن الكرة السويسرية وخاصة على مستوى المدربين عندكم دربين على اعلى مستوى يمكن مراد يكين كان زميل ملاعب ليا وبيقدي بشكل اكتر من رائع مع المنتخب السويسري ولكن خلينا مع المدير الفني الجديد للنادي الاهلي مارسيل كولر رأي ايه في هذه التجربة ويعني تجربة جديدة على كولر وجوده في افريقيا ويتولى المسئولية الفنية الاكبر الاندية على المستوى الافريقية وعلى المستوى العالم شايفت تجربة دي ازاي حسنا انا سعيد جدا لمرسيل هو لعبنا معان في زيوليخ واعتقد ان واعتقد ايضا معك في نيوشات اعتقد ان الفريق كان مارسيل على المستوى الشخصي هو انسان رائع انسان هادئ جدا من المديرين الفنيين الهادئين لا يتوتر بسرعة اعتقد ان ان فترة ان فترة مع الاهل ستكون رائعة ان لديه افضل فريق حاليا لديه الفرصة لديه الفرصة الان ليدرب اكبر فريق في افريقيا فالان سيؤدي اداءا رائعا والاهل ايضا سيؤدي بشكل رائع مع مارسيل كولر اعتقد وايأمل ان ينجح الفريق تحت قيادة مارسيل كولر ويحقق الكثير من البطولات رامون فيجا اللاعب السابق لتوتن هام والمنتخب السويسري بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في المحترف على شاشة قناة النادي الالي شكرا جزيلا شون قابل نوخ شون قابل نوخ شون قابل نوخ